يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب يعلم الحبيب زوجه أمي وأمكم عليها رضوان الله هذه الكلمات تقولينها عند الكرب قالت بلى يا رسول الله قال الله 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 ربي لا أشرك به شيئا رددها ثلاثا الله ثم قل ربي لا أشرك به شيئا وفي رواية أخرى للحديث ألا أعلمك كلمات تؤمن فزعة القلب صحاحه الألباني تؤمن فزعة الروعة تعرفون أن فزعة القلب الروعة اللهم آمن روعاتنا يا رب العالمين الحبيب يقول ألا أعلمك كلمة 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 ألا أعلمك كلمة تؤمن فزعة القلب ضعي يدك ضعي يدك على صدرك وقولي الله 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 ربي لا أشرك به شيئا ولهذا يقول بعض الشراح هذا الحديث قالوا وضع اليد على القلب ثم قول الله الله ورد في القرآن عندما أمر الله موسى واضمم إليك جناحك من الرهب عندما رهب عندما خاف عندما فزع ضم يده على صدره ليطمئن قلبه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب